اكد حزب الجباء الشعبية في موريثانيا مطلب لحكومة بلاده بضرورة فتح قنصرية بمدينة العيون اثوة بباقي الدول العربية والافريقية التي اقدمت على فتح قنصرية لها بالاقلم الجنوبية المغربية واوضح رئيس حزب الجباء الشعبية محمد محمود ولد الطلبة في حوار مع احد المواقع المغربية ان حزبه طالب بشكل رسمي الحكومة الموريثانية بضرورة فتح قنصرية لها بمدينة العيون منشيرا الى انه هناك جالية كثيرة من الموريثانيين في مدن العيون الداخل قلميمة وطانطانة وابرز ولد الطلبة ان الحكومة الموريثانية يجب ان تهتم بمصالح الموريثانيين بالاقلم الجنوبية المغربية فالمغرب في ارضه والعيون مدينة مغربية بها مواطنين موريثانيين متثائلا فلماذا لا تستح الحكومة الموريثانية قنصرية لها هناك مستدركا اذا لم تقم بذلك فانها لا تهتم بمصالح المواطنين الموريثانيين هناك وأما في مسألة إذا كان ذلك اعتراف مريثاني بمغربية السحراء رد المتحدث أن هذا أمر مفروغ منها فحدود المملكة المغربية معروفة مشددا على أنه لا يعقل أن ينتقل المواطنين المريثانيين المقيمين في الأقالم الجنوبية المغربية إلى العاصمة الرباطة من أجل الحصول على ورقة الحالة المدنية أما فيما يخص اعتراف مريثانية بجمهورية المرتضقة قال ولد الطلبة في حوار صحفي أن الحقيقة هي أن اعتراف مريثانيا بالبوليثاريو مرتبط بعلاقاتها مع الجزائر بالدرجة الأولى لأن هناك مصالح وتفاهمات مع الجزائر مضيفا جبهة البوليثاريو ليس لها سفارة ولا قنصلية ولا وجود ديبلوماسي بمريثانيا ونحن لا نعلم أين توجد دولة اسمها الجمهورية العربية الصحراوية أين توجد هذه الدولة وبالتالي فاعتراف مريثانيا بالبوليثاريو غلطة وفق المتحدث وضع فرحات مهني رئيس الحركة من أجل تقرير المصير في القبائل الثاعية للانفصال عن الجزائر ورقة ديبلوماسية جديدة على طاولة المغرب في مواجهة جارتي الشرقية وذلك بعدما أعلن عن رغبتي في فتح تمتليتنا ديبلوماسية لدولة القبائل في الرباط والعيون في حال ما اعترفت المملكة بجواز السفر الذي تعتزم حكومة المنفى إصداره وتزامنا مع التدخل العسكري المغربي في القرقرات الذي انتهى بطرد الميليشيات الانفصالية من المعبر الحدودي الرابط بين المغرب وموريتانيا وفي دل لهجة تصعيد ضد المغرب الصادرة عن عصابة المرتزقة والحكومة والجيش الجزائريين كشف فرحات مهني الذي يرأث حكومة القبائل المؤقتة الموجود مقرها في العاصمة الفرنسية باريز عن استعداده للاعتراف بمغربية الصحراء وفتح تمثيلية ديبلوماسية هناك وقال مهني في حوار نشرته مجلة لبسيغفاتاغ المغربية الناطقة باللغة الفرنسية إن حكومة القبائل تعمل على كثب المصادقة الدولية على جواز السفر الذي ستصدره كخطوة موالية لعملية بناء مؤسسات الدولة القبيلية وذلك بعد أن جرى تأسيس برلمان قبيلية موردا أنه يأمل في أن يكون المغرب من بين الدول التي ستعترف بهذا الجواز وأضاف نكرر طلبنا للمغرب بفتح تمثيلية ديبلوماسية للقبائل في الريبار والعيون وأبدأ السياسي المعارض للنظام الجزائري اقتناعه بأن الجزائر هي المحركة الحقيقية لجبهة البوليثاريو قائلا أن الهدف من ذلك هو حاجة لخلق عدو خارجية لإدفاء الشرعية على قمع الحريات والممارسات الديمقراطية داخليا وخنق الأصوات المعارضة وأضاف أن الجزائر بحاجة إلى الحرب من أجل فرض سطوة على شمال إفريقيا وتأكيد موقعها كقوة إقليمية على المستوى الدولي ورغم أن المغرب لا يعترف رسميا بدولة القبائل إلا أن تحرك هذه الورقة من طرف ديبلوماسية في مواجهة الجزائر الراغب في إقامة جمهورية وهمية في الأقالم الجنوبية للمغرب لا يبدو أمرا مستبعدا خاصة أن الرباط سبق أن قامت بذلك بالفعل داخل أروقة الأمم المتحدة قبل خمس سنوات من الآن ففي نوانبر من سنة 2015 دعا عضو اللجنة الدائمة الممثلة للمغرب في الأمم المتحدة إلى مساعدة منطقة القبائلة للحصول على حكم داتي والاستقلال إذ أورد يجب أن يسمع للشعب القبائلية وأن تحقق مطالبه وعلى المجتمع الدولي أن يساعدوا في ذلك وترافقوا في مشروعه السياسية الذي يجب أن يؤدي إلى الحكم الداتية أو الاستقلال لا بد من إسمع أصوات 8 ملايين شخص عاشوا في الصمس والخفاء طيلة الثنوات وكان واضحا أن ذاكا المغرب مستعد لتحرك الملف القبائلية ليس فقط من الناحية السياسية ولكن أيضا الحقوقية إذ أوردت ديبلوماسية حينها أن الثكان منطقة القبائلة يعانون من الحصار ويتعرضون للعقاب الجماعية من طرف السلطات الجزائرية كما أن الذعاماء المنطقة أجبروا على العيش في المنفى أما عائلاتهم فتتعرض للتضييق والمداهمة اعتبر السفير الممثل دائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلالة في مداخلة على قناة الثان أن الأمريكية أنه بخرق الاتفاق وقف إطلاق النار تكون الجماعة الانفصالية المسلحة البوليساريو قد أقصت نفسها من أي مشاركة في المسلسل السياسية حول الصحراء المغربية وأظهرت للعالم برمته أنه ليس لها من مكان حول الموائل المستديرة وقال هلالة الذي حل ضيفا على برنامج كونيك دوورد الذي تنشط على قناة السين أن المقدمة التلفزيونية الشهيرة بيك أندرسون عندما يعلن طرفنا الحرب وينسح من اتفاق وقف إطلاق النار لا يعود له مكان في طاولة المفاوضات البوليساريو أقصت نفسها بكل بساطة من أي مشاركة في المسلسل السياسية وفي هذا الصدد أشر هلال إلى أن عصابة تندوف وميليشياتي المسلحة هي التي كانت وراء التوترات في المنطقة العازلة للقرقرات بالصحراء المغربية حيث اقتادت يوم الواحد والعشرين أكتوبر الماضية نساء وأطفال إلى جانب عناصر مثلحة لعرقلة حركة المرور المدنية والتجارية على مستوى هذا المعبر مؤكدا أنه رغم هذه الوضعية فإن المغرب قد امتنع بطلب من الأمين العام للأمم المتحدة عن أي تدخل على مدى عدة أيام وأضاف لكنه كما تعلمون هناك وقت للدبلوماسية وهناك وقت للتدخل مبرزا أنه أمام رفض عصابة تندوف الاستجابة لدعوات الأمين العام للأمم المتحدة فإنه لم يكن أمام المغرب من خيار سوى تحمل مسؤولياته والإمساك بزمام الأمور عبر القيام بعملية تنم عن عبقرية مدنية لإعادة حركة المرور بمعبر الجرجرات إلى وضعها الطبيعية وأوضح السفير أن هذه العملية التي نفدتها القوات المسلحة الملكية قد تمت في وضح النهار وبحضور المراقبين الأمميين منشيرا إلى أنه لم يتم الاحتكاك بأي مدنية خلال هذه العملية وفي معارض رد على الدعايات المضللة لإنفصالية البوليساريو بخصوص الوضع في الجرجرات أكد هلال أن المغرب يستند إلى الحقائق لأنه كما قال الرئيس الثاني للولايات المتحدة الأمريكية جون أدامز دات مرة الحقائق أشياء عنيدة جدا وقال السفيرين الحقائق هي أن مرتزقة تندوف التي جلبت مدنيين عناصر مسلحة إلى الجرجرات والبوليساريو هي التي أعلنت رسميا إنهاء وقف إطلاق النار منشددا على أن المغرب لم يشير في أي وقت من الأوقات إلى تخليه عن وقف إطلاق النار أو عن المسلسل السياسية وفي هذا الإطار أكد هلال أن آلية الاستفتاء بالصحراء تم إقبارها منذ أزيد من عقدين وأنه لا يمكن بثاة إحياء الموتى وأضاف أنه لست أنا فقط من يقول هذا الكلام فمجلس الأمن الدولية لم يشر إلى الاستفتاء في جميع القرارات المعتمدة خلال الثنوات العشرين الماضية وبخصوص الحل السياسية لنزاع الصحراء المغربية جددت ديبلوماسية تأكيد أنه لا يوجد سوى حل سياسي واحدة وأوحد وهو الحكم الداتية الموثع تحت السيادة المغربة وفي إطار وحدة الترابية وذكر هلال أن مجلس الأمن الدولية يصف حل الحكم الداتية منذ تقديمه بالجد والمصداقية وتمت مناقشته خلال المائدتين المستديرتين المنعقدتين بقيادة الرئيس هورست كولر مؤكدا أنه في إطار الحكم الداتية كل شيء ممكن وخارج الحكم الداتية لا شيء ممكن وقال الدبلوماسي المغربي إن المغرب وكما أكد ذلك الملك ليس في حالة حرب لكنه يحتفظ بالحق في الدفاع عن نفسه والدفاع عن ساكنته وعن ترابه وعن وحدته الترابية وهذا ما حدث خلال الأيام الأخيرة وأشار في هذا الصدد إلى أن تدخل المغرب الرامي إلى إعادة حركة المرور المدنية والتجارية بالقرقرات إلى وضعها الطبيعية قد حضي بدعمنا ومثاندة جزء كبير من المجتمع الدولية لسيما عشرين بلدا إفريقيا ومنظمة التعاون الإسلامية ودول الخليج والاتحاد الأوروبية وأكد دول أمريكا اللاتينية والكاريبي والمحيط الهادي أما مرتزقة البوليثاريو فلم يدعمها سوى بلد واحدة هو ناميبيا إلى جانب داعمها المعتادة الجزائر وأكد هلال أنه عاد هاتين الدولتين لم يدعم أي بلد آخر التحرك العدائي لعصابة تندوف وفي معرض حديثي عن تحركات المرتزقة ذكر هلال بتصريحات الراحلة كوفي عنانة الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة الذي قال مرة إنه لا يجب أبدا أن نضع كامل ثقتنا في المجموعات المثلحة والحركات الانفصالية لأنها ليست مرتبطة بأي التزام دولي وهذه بالضبط حالة البوليثاريو التي هي الآن بصدد خرق اتفاق وقف اطلاق النار والتنصل من التزاماتها إذاء الأمم المتحدة وخلص الثفير إلى أنه في الوقت الذي يحتفل فيه العالم اليوم باليوم العالمي للطفلة هل تعلمون ماذا تفعل البوليثاريو الآن إنها تحشد الأطفال وتجندهم وتبعتهم إلى القرقرات وهي الآن تحضرهم للحرب حارمة إياهم من طفولتهم وبراءتهم وهذه للأسفة هي طبيعة البوليثاريو عصابة المرتضقة حجبت خبر ذيارة وفد من قيادة إيلان واكشوتة وحكومة موريتانيا تجاهلتها حجبت عصابة الرابون عن إعلامها خبر ذيارة وفد يضم بعض كبار قيادتها إلى موريتانيا التي تجاهل إعلامها خبر ذيارة جاءت في ثوقيت يحرج الدبلوماسية الموريتانية وهي تحتفي بعودة الدفئة إلى علاقاتها مع الجارة الشمالية مصادر موريتانية ذكرت أن جبت البوليثاريو أبلغت حكومة نواكشوتة بعد طرد عناصرها من معبر القرقرات أنها ترغب في إرثال وفدنا إلى نواكشوتة لنقاش بعض القضايا الملحة حسب المصادر تم قبول الطلبة ودخل الوفد منتصف هذا الأسبوع الأراضي الموريتانية عبر المعبر البرية الرابطة بين ولاية تندوفة الجزائرية وولاية الزويرات شمال البلاد وقبل أن يغادر وفد البوليثار والبلاد أجرى عاهل المملكة المغربية الملك محمد الثالث مكالمة هاتفية مع رئيس الجمهورية محمد ود الشيخ الغذواني وخلال المكالمة عبر ملك المغرب ورئيس موريتانيا عن ارتياحهم الكبير للتطور المتثارع الذي تعرف مسيرة التعاون التنائية وعن رغبتهم الكبيرة في تعذيذها والرقي بها بما يسمح بتعميق هذا التعاون بين البلدين الجارين وتوسيع أفاقه وتنوع مجالاته فبعد أن تفاد رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية أي لقاء بذعيم التنظيم الانفصالية خلال حفل تنصيبه رغم ضغط الجنرالات وبعد البرود الكبير الذي عرفته العلاقات بين موريتانيا والكيين الوهمية ومحاميه من نشر الإرهاب بالمنطقة فقد تلقت تنظيم ضربة موجعة برفض أطراف ثيادية بنواكشوت استقبال بعثة من أهم قادة التنظيم التي حلت بنواكشوت لتباحث حول مثل تطهير معبر القرقرات القاد من الأسابيع سيحمل ضربة موجعة أخرى سيسطرها بخطوط من ذهب قادة البلدين الشقيقين